السلام عليكم طلاب الصف الثاني الاعدائي درسنا النهاردة هو الدرس التاني في الهندسة شرحنا الدرس الاول في الهندسة وشرحنا تلات دروس في الجبر وحلت لك عليها بالنسبة لك دروس الجبر انا شرحت اول تلات حصص تحليل مجدار بسيط غير بسيط المربع الكامل وحلت على درس تحليل المجدار البسيط تمانين المعاصر كاملة بالنسبة لبقى الدروس انا هحلها كلها بحيث قبل الامتحان عضرتك بازن الله كل الشرح او التمانين بتاعك او المعاصر كاملة متفوقين اختر اي حاجة محلولة خلاص? عايزين بس نفتكر بقى في اول هندسة بتاعتنا انا شرحت لك حاجات مهمة اوه رجعت لك شوية حاجات عن التفاعات المسلس وعن تساوي المساحات وما شفتش الحصة هسيب لك اللينك تحت بالدسكريبشن نشوفها خلاص? لان الحصة دي مهمة اوه 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 احنا اخدنا نتيجتين اوه يعتبر تلات نتائج النتيجة التالتة بسيطة اوه هفكرك بهم برضو بممتد الدرس لان الدرس ده مطابق بالدرس اللي قابليه بطريقة كبيرة خلاص? طيب. اول حاجة كنا قلناها في متوازل الاضلاع في الدرس اللي فات. خلاص هنقول اللي شرحناه كده بسرعة. والله قلت لك ان المتوازل الاضلاع هو بيبقى بيكون كده. ومن خوصه لو اسمه مسلا قلب باق الجيم ده. انه كل ضلعين متنظرين متساوين في الطول يعني قلب ده بيساوي باق جيم. وكل ضلعين تانيين اللي هو قلب باق بيساوي ده الجيم. تمام? واتفعنا ان اي متوازل اضلاع ليه ارتفاعين. ارتفاع صغير. كده. وارتفاع كبير كده. خلاص? طيب قلنا ما بنجيب مساحة المتوازل والله بقول لك الارتفاع الصغير لو سمينا ده ده الهاء. فاقول له ده الهاء في القاعدة الكبيرة اللي هي بقى جيم. خلاص? او اقول له الارتفاع الكبير لو سمينا ده ده الواو. هقول له والله ده الواو في القاعدة الصغيرة اللي هي قلبها. دي مساحة المتوازي اللي هي تعتبر النتيجة رقم واحد. هي ما تعتبر ش النتيجة. خلاص? تمام. شرحنا بعد كده امتى متوازية لأضلع مساحتهم تبقى متساوية. قلت لك لو انا عندي خط مستقيم بالشكل ده. وخط مستقيم بالشكل ده. الخطين دول بيوزوا بعض. خلاص? اسمي ده لام واحد ولام اتنين. بقول لك جيت رسمت متوازي اضلع بالشكل ده. ورسمت متوازي اضلع كده تاني. ده اسمه مسلا الف باق جيم دال وده سين صد. طب اقول لك والله متوازية الاضلع اللي هو اسمه الف باق جيم دال. اللي هو ده. ومتوازي الاضلع التاني اللي هو اسمه سين باق جيم صد. بيتساوي بعض في المساحة. قلت لي ليه? يبقى اقول له مساحة المتوازي. قال بقى جيم دال بتساوي مساحة المتوازي سين صاد بقى جيم. ده النظرية بتاعته. ليه? قلت لك لما يبقوا مشتركين في نفس القاعدة. وهم بين مستقيمين متوازين يعني لهم نفس الارتفاع. فطبيعي ان المساحة بتاعته ما ديبقى متساوي. لو ما شفتش الحصة انزل شوف انا برجع لك كده بسرعة. خلاص? طيب. طلعنا نتيجة رقم اتنين على الموضوع ده. قلت لك لو انا عندي نفس الخطين المستقيمين. تمام? وجينا لسمنا متوازي اضلاع كده. بس المراضي بدل مرسم متوازي تاني هرسم مستطيل. ده اسمه بقى جيم دال. وده اسمه سين صاد. خلاص? المستطيل بتاعي اللي هو سين بقى جيم صاد اللي هو المستطيل ده. خلاص? قلت لك والله لو انا معي مستطيل مشترك مع متوازي اضلاع في القاعدة والله مساحتهم برضو بتساوي بعد. اقول له عن مساحة المتوازي. قلت بقى جيم دالي. بتساوي مساحة المستطيل سين بقى جيم صاد. ليه باش مهانس? انا قلت هلك. من خواص المستطيل كله دلعين برضو. متنظم متساويين في الطول. واحنا مساحة المستطيل اللي عارفينها الطول في العرض. فالعرض بتاعه برضو هيبقى نفس الارتفاع او الطول اللي هو القائم ده نفس ارتفاع متوازي الاضلاع بتاعي. فانساحتهم هتساوي بعد. كنا دي نتيجة رقم كامل? اتنين. خلاص? شرحنا دي وشرحنا دي. شرحنا بقى حاجة تانية هي سهلة شوية. بس هم ما اعتبر هنا نتيجة. قلت لك لو عندي نفس الخطين المستقيمين اهو. وجيت رسمت لك متوازي كده. الاول وجيت رسمت لك متوازي تاني كده. خلاص? وقلت لك والله ان القاعدة ده ايه? قد القاعدة ده ايه? ده اسمه الف باق جندال. وده اسمها سين صاد عين لأ. خلاص? قلت لك والله لو عندي لازم دول برضو بيوازي بعض. قلنا ده شرط اساسي وهنا برضو بيوازي بعض. تمام? من الشروط عشان تبقى المسافة اللي هي الارتفاع ده واحد. فقلت لك والله لو عندي متوازيين زي كده. والقاعدة بتاعتهم متساوية بيساو بعض في المساحة برضو. ليه? لان القاعدة هي صح? طب ما نجيبي الارتفاع اللي هو الكبير ده. مش احنا لو خدنا الارتفاع اللي هو الكبير. هيدينا ايه? في القاعدة الصغيرة. ما هو نفس الارتفاع الكبير هنا مع القاعدة الصغيرة. فعرفت ان المساحة بتاعتهم مالها متساوية. هقول له اذا مساحة المتوازي. الباق جندال. بتساوي مساحة المتوازي. سي صاد. هتقول له ليه? هقول له عشان القاعدة هنا. بتساوي قاعدة هنا. خلاص? ودي كانت النتيجة رقم كام? النتيجة رقم تلاتة. فكده احنا كنا خدنا تلات نتائج في الحصة اللي فاتت. فكرتك فيهم بسرعة. هم سهلين جدا ما تكونش اي حاجة. تعال بقى نخش على النتيجة رقم اربعة. النتيجة رقم اربعة سهلة جدا. كلها مرتبطة بنفس النظرية. والله يقول لي عندي نفس الخطين المتوازين همها باش مهندس. خلاص? ودي المتوازي بتاعي. المتوازي بتاعي اسمه سين صاد عين لام. كنا مرة ما يسمنا المستطيل. المرة دي بقى هنرسل مسلس. بس المسلس عامل كده. قاعد المسلس بتاعي. هم. ملاحظ ايه بقى في المسلس? والله يا باش مهندس انا ملاحظ ان المسلس برضو مشترك معه في نفس القاعدة اللي هي الهتة دي. طيب. مساحت المسلس بتساوي ايه? مش نص طول القاعدة في الارتفاع المناظر لها. تمام? والنسبة للمساحة المسلس ده هتساوي برضو نفس مساحة المسلس ده. صح? يعني كاني اسمته المتواز بالنص. يعني لو جبت مساحة المسلس الاول هكقدر اجيب مساحة المسلس التانية بيتسويه. فوالله النظرية بتقول لك هنا ان مساحة متوازي الاضلاع اللي هو سين صاد عين لام. المشترك معه مسلس في القاعدة. بتساوي دعف مساحة المسلس اللي هو اسمه لام لام صاد عين. يعني ايه بشمع انت? يعني انا انا اجيبت لك مسلس مشترك مع متوازي تعالنا الرسمة كده. جبت لك مسلس كده. ادي متوازي الاضلاع اهو. وجيت رسمت لك جواه مسلس كده. خاص? ده اسمه قلب با جيم ده. وادي المسلس. هتقول له والله المسلس ده مشترك معه في القاعدة يبقى المسلس ده نص مساحة المتوازي. اقول له اذا مساحة المسلس ده الباق جيم. بتساوي نص مساحة المتوازي قلب باق جيم. طيب. الشرط اللي هو ايه? الشرط انه هو يكون مشترك معه في القاعدة. لو لاحظت ان كل الشروط هنا مشتركة معه في القاعدة. دي النتيجة رقم اربعة. النتيجة رقم خمسة سهلة جدا وانا شرحتها لك برضو الحصة اللي فاتت. والله النتيجة رقم خمسة بتقولك انه عند المسلس اهو. قلب بقى جيم ده. بيقول لك مساحته بتساوي نص طول القاعدة في الاتفاع. ما ده انا عرفها بشوانة. بس انا شرحت لك في الحصة اللي فاتت ان اي مسلس. ليه? تلات ارتفاعات. وتلات ايه? قواعد. قلت لك ده اسم مسلس حاجة وشرحت لك المسلس القائم والمسلس المنفرج. ان الارتفاع بتاعه ببقى بره المسلس. لما شفتش الحصة شوفها الاول لان دي مهم. فالنتيجة دي هي مرتبطة بالفوق. عشان اما اجيب مساحة المسلس. باعرف انا ارتفاع متوازل اضلاع بتاعي. فباجب منه مساحة المسلس واضربها في اتنين اجيب مساحة المتوازل. خلاص? فهي النتيجة الخمسة كلها بتتكلم عن مساحة المسلس. اللي هو نص طول القاعدة. في الجديد بقى اللي هو ايه? ايوة الارتفاع. المناظر. خلاص? كده هو ده شرح بس حسة النهاردة وفيش اكتر من كده. النتيجة الرابعة اللي هي المسلس المشترف في القاعدة مع توازل اضلاع بسيب نص مساحته. والنتيجة الخمسة ان مساحة اي مسلس هي نص طول القاعدة في الارتفاع المناظر لها. خلاص? احنا كده خلصنا شرح. تعال نشوف امثلة بقى نفهم بها الموضوع. طيب ركز بقى معي في الامثلة دي. درس النهاردة صعر له وبسيط جدا جدا. كل اللي عليك اتدور على القاعدة المشتركة وتركز في ارتفاعات المسلس. ما فيش اكتر ممكن. خلاص? فتعال كده نشوف المسألة دي. بيقول لي عايز طول بق دال. انا عندي مسلس قائم في بق. عند ضرعين القاعدة ستة وتمانية هيبقى اقدر اجيب الوطر. تمام. طب بق دال ده انا اجيبه ازاي باش مهندس. تعال كده نشوف هنجيبه ازاي. تعال هقول له والله بما ان المسلس قائم في بق. خلاص? تمام. وبما انه قائم بتسوي ستة سنتي. وبق جيم بتسوي تمانية سنتي. فيش اي مشكلة. هقول له ازا الوطر اللي هو الف جيم تربيع. بيسوي دل عياد قائمة تربيع. العلف بالفق تربيع زائد بق جيم تربيع. طيب. يبقى الف جيم هيساقه. جز KARF تربيع زائد باق جيم تربيع. اللي هو ستة وتارتين. اللي هي ستة تربيع زائد تمانية في تمانية في باعة وستين. جزر المية بالفق ده هيطلع بكيانب عشرة سنتيه. تبقى انا عرفت ان الف جيم ده عشرة سنتيه. خلاص? اجيب باقي ده ازاي يا باش مهندس? دي بقى التركية اللي انا قلت لك عليها. المثلث بنجيب مساحته بكذا ارتفاع. تعال نجمس كده نجيب مساحت المثلث الف بقى الجيم. قلوه بما انها مساحة المثلث الف بقى الجيم بتساوي. نص طول القاعدة اللي هو بقى جيم. في الارتفاع اللي هو ايه? الف بقى. صح? تمام. هو انا ما عرفش اجيب مساحة مسلس تانية. يعني ايه باش مهندس. من قلت لك المثلث بيجي بارتفاعين. ده اول ارتفاع. تم ده استفدت ان هو عمود ان ده ارتفاع. تفين القاعدة بتاع الف جيم. واقول له والله دي بتساوي نص. مضروبة فيه. الارتفاع اللي هو بقدل. في القاعدة بتاعت اللي هي الف جيم. خلاص. هتقول لي استفدت من ايه يا باش مهندس ما هي دي هنا فيها بقدل اللي انت عايزها ايه? فالنص والله باش مهندس سيروح مع النص. تب الباقي جيم معاي بكيان بتمانية. في الالف باقي اللي هو معايا بكيان بستة. عايزها. باقي ده اللي انا عايزها. فالف جيم اللي انا جبتها بكيان باش مهندس بحشرة. والله هو يقول له ازا الباقي ده اللي هتساوي. تمانية في ستة. عشر. تمانية واربين على عشر. هتطلع ربعة وتمانية من عشر سنتينتر. بس كده. خلاص? يبقى لي ركز لان انا شرحت قولك في الحصة اللي فاتت بقرر تاني مهم. قلت لك اتفاعات النسلس مهمة لانه هيدخلها في المسائل. فعلا دخلها هنا. تعال كده نشوف اللي بعده. بيقول لي قالت باقي هي هوه. الف باقي هي هوه. اللي هو اللي فوق ده. متوازي اضلع. يعني متوازي اضلع كل ضلعين متوازين. طب لو لاحظت هنا هلاقي ان هو مشترك مع المستطيل ده في القاعدة. طب اقول له تعالى نجيب مساحة المستطيل. مساحة المستطيل بساوي طول في العرض يعني اربعة. فعشرة هتساوي اربعين سنتيمتر مربع. تمام? هقول له والله باشماندس بما انه المتوازي الف باقي هي هوه. والمستطيل الف باقي مشتركين في القاعدة اللي هي الف باقي مشتركين. اكتبها كده باشماندس ايوه. في القاعدة الف باقي خلاص. اقول له اذا مساحة متوازي الاضلع اللي هو الف باقي ها وهو يسوي مساحة المستطيل الف باقي خلاص? يعني عرفت ان المساحتين بيسوي بعض. طب تعالى بقى القاعدة النهاردة المهمة. شايف المسلس الف سين وهو. ها? هو عايز يزبط عايز مساحة ده ومساحة ده. جبت لنا انا المساحة ده. هقول له اذا مساحة المتوازي. سور بعين سنتيمتر مربع. طب اجيب مساحة المسلس ازاي باشماندس مساحة المسلس علمتك انها نص في نص مساحة المتوازي المشترك معها في القاعدة. فاقول له بما ان المسلس الف سين وهو يشترك في القاعدة. مع المتوازي الف به وهو. اقول له والله اذا مساحة المسلس الف سين وهو. بتسوي نص مساحة المتوازي. خلاص? طب احنا جدنا من نص المساحة بكام باربعين. يبقى نص. باربعين. يبقى تسوي كامل عشرين سنتيمتر مربع. بس كده. خلاص? فاحنا نركز كده دخلنا النظريتين في بعض. معانا متوازي ومستطي. لو اقول له والله مشتركين في القاعدة يبقى هم اعد بعضه في القياس. هو عايز المسلس الف سين واو. تم اقال الف سين واو. نص مساحة المتوازي المشترك معه في القاعدة. والمتوازي اصلا بيسوي مساحة المستطي. يبقى ايه بيسوي ايه? نص. خلاص? سهلة? عانشوف اللي بعدها. بيقول لي اثبت ان مساحة المسلس الف واو دايل. تعالك كده نعلم عشان مكتبش. الف واو دايل. عايز يثبت ان مساحة المسلس ده. بيسوي مساحة المسلس هي واو جيم. هي واو جيم. بتاعلك كده نبتديها واحدة واحدة. خلاص? هقول له والله باش مهندس انا عندي المسلس اللي اسمه. اللي هو ده? اسمه ايه? الف بيه واو. هقول له بما ان المسلس الف بيه واو. والمتوازي الف بيه جيم ده. يشتركوا في القاعدة. اللي ايه ايه? الف بيه. طرح ما اشتركوا في القاعدة ازا مساحة المسلس. الف بيه واو. بس هو نص. مساحة المتوازي. الف بيه جيم ده. صح باش مهندس? تماما. جبت انا اثبت ان مساحة المسلس ده نص المتوازي. طب عندي معلومة مهمة بقى هستعملها هنا. شايف هو مختار المسلس ايه? المسلس ده مش مشترك مع المتوازي في القاعدة. فاقول له والله بما انه الف بيه واو. الف بيه واو. نص مساحة المتوازي ده مش يبقى المسلسين التانيين اللي هم اللي فضلين اللي هو اللي فوق ده. والمسلس اللي تحت ده بيساوه نص المتوازي برضو. صح? هقول له ازا مساحة المسلس. الف ده الواو زي مساحة المسلس بواو جيم. بتسوي برضو نص مساحة المتوازي. صح? مش هو المسلس نص المساحة بقى المسلسين ده النص المتوازي. هتقول لي ليه بتاقيه كده باش مهندس? هقول له والله انا ملاحز ان هو مختار المسلس اللي فوق يعني اما مشتركين في الحتة دي. فالحتة دي هنقصمها من الاتنين زي ما انا هعمل الوقت. تعال كده ركز. هقول له بما ان المسلس هه بجيم اللي هو المسلس الكبير اللي تحت ده. يشترك في القاعدة مع المتوازي الباق جيم ده. هقول له ازا المسلس هه باق جيم بيساوه نص مساحة المتوازي الباق جيم ده. خلاص? انا اثبت هنا ان المسلسين دول نص مساحة المتوازي. واثبت ان المسلس ده نص المتوازي. طب تعال بقى نطلع بقاعدة نطلع ان مساحة المسلس الف ده زائد مساحة المسلس باق جيم بتساوي مساحة المسلس ههي باق جيم. خلاص? مركز معي في اللي انا عملته. انا اثبت اول حاجة ان قالت به واو نص المتوازي لانه مشترك معه في القاعدة. قلت يبقى دي اتنين المسلسين دول هما بقى نص التاني من المتوازي. وقلت المسلس اللي هو الكبير ده ها ها هو نص المتوازي برضو. خلاص? لما هو نص المتوازي يبقى هو بيساوي المسلسين دول. طيب. هو عايز يزبط ان الف واو ده اللي هو المسلس ده. عايز يزبط ان هو قد ها جيم واو. طب ما هما مشتركين في المسلس ده فاقول له بحسب. المسلس به واو جيم من الطرفين. طرفين ايه? طرفين المعادلة دي. المشيل انا به واو جيم هيفضل هنا المسلس. الف ده الواو. خلاص? حسنا. الف ده الواو. ده هقول المسلس. المشيل بقى واو جيم من المسلس ده هيفضل لايه? ها واو جيم. يبقى المسلسين اللي هو عايزهم اثبته. يبقى هي كل الفكرة. طيب ليه باش معندس انا ماخدتش المسلس ده وقلته نصف القاعدة. طيب انا اقولت نصف القاعدة اقول برضو الاتنين دول ايه? نصف القاعد. واقول دول نصف القاعدة. او بما ان الاتنين دول بيساوي دول هحزف ده برضو هيديني اللي فوق. خلاص? فهي كل الفكرة كلها ان انا بدور على القاعدة المشتركة. وبقارد الحاجات ببعضها. ما فيش وقت من كده. خلاص? كده احنا خلصنا شارح حساسة النهاردة. لو الشرح عجبك. هستغذرناك تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل الفيديوهات الجديدة اللي انا هنزلها تكون بتشوفها بازن الله. هنزل كده انا خلصنا درس الهندسة التانية. ننزل الدرس التالت. ونبدأ نحل على الدروس كلها. بحيس قالوا الانتحان بازن الله. اكون حلت لك كل تمارين كتاب المعاصر على الدروس كلها. حيس لو احتاجت مسألة لقيا موجودة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة